اشتركوا في القناة خرج اثنان وثمانون رجلا وثمانية عشرة امرأة وكان اميرهم جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه كانت الهجرة الثانية الى الحبشة اشق من سابقتها ولقي المسلمون من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالاذا في طريق الهجرة الثانية الى الحبشة لدغت خالدة ابن حزام رضي الله عنه حية فمات في الطريق المقاطعة الجائرة لما رأى قريش ان امر الاسلام في انتشار كبير اجتمعت على قرار جائر وظالم وهو كتابة صحيفة بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب معنى المقاطعة لا يشتري منهم احد ولا يبيع لهم احد ولا يجالسون ولا يخالطون ولا يتزوج منهم ولا يزوجهم احد وعلقوا هذه الصحيفة الجائرة في جوف الكعبة تجمع بن عبد المطلب وبن هاشم في شعب فسمي بشعب ابي طالب ظلت هذه المقاطعة ثلاث سنوات اشتد الامر على من كان في شعب ابي طالب بسبب الجوع والعطش حتى ما كانوا يجدون ما يأكلون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة